من بين تلك التحديات التي يواجهها العراق السياسي والشعبي على حد سواء منذ ما يفوق العشرين عاما يبرز تحدي من يشبه مرحلة إعادة إعمار العلاقات الخارجية ثيمة رئيسية في أجندات الحكومات المتعاقبة ورقة ضغط على الحكومة العراقية ومنها بالطبع حكومة السوداني التي تخوض تحدي إنجاح عملية التوازن للنأي بالصراعات الخارجية عن العراق وهو ما أشار إليه مراقبون من حيث التوقيت الزمني الذي سجل أطول فترة يسودها الهدوء الأمني بعد أن توقفت الهجمات المسلحة على مصالح أميركية كانت تقودها جماعات محسوبة على إيران والتي حسبها البعض لصالح حكومة السوداني في صناعة تلك الفترة من الهدوء بينما حسبها آخرون لصالح واشنطن وثمار الحوار الاستراتيجي مع بغداد في الأثناء تتحدث وكالات أنباء إيرانية عن دور وساطة تقودها حكومة بغداد بين إيران ودول عربية في المنطقة وهي ما عصفت بكومة تساؤلات حول الربط بين تلك المهمة وإن كانت غير معلنة على لسان بغداد رسميا وحديث رئيس الحكومة عن تفاصيل زيارة وزير الدفاع في حكومته ثابت العباسي إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي جرت الشهر الماضي بهدف بحث خروج قوات التحالف الدولي ثم تم يربك قراءة الصورة العراقية الدولية هنا فالحديث المتكرر على لسان مسؤولين يعزز أهمية وجود قوات التحالف الدولي لمواجهة خلايا الإرهاب فيما تقرأه وجوه سياسية على أنه توجه لإنهاء الوجود العسكري مع الاكتفاء بالمستشارين الأمنيين تلبية لرغبة قوى سياسية تعزز إنهاء زمن القوات الأجنبية في العراق والمرتبط تحقيقها باستمرار الاستقرار الأمني مع دول إقليمية كإيران على وجه الخصوص في جانب آخر يبرز الحديث عن ملف عراقي كويتي يؤجج من جديد ويقود تأجيجه أطراف خارجية تحدي يضاف وإن تأكد تحليل مراقبين إلى الملف العراقي التركي الشائك حتى الآن سيما مع ما يريده العراق من سيادة وحقوق أمنية ومائية على رأس الملفات المشتركة مع أنقرة ترجمة نانسي قنقر